ايها المواطنون ايتها المواطنات صاحب الجلالة يخاطبكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآل وصحبه شابه العزيز يأتي تخليد الذكرى السابع والاربعين للمسيرة الخضراء في مرحلة حاسمة في مصاري الترسيخ مغربية الصحراء واذا كانت هذه الملحمة الخالدة قد مكنت من تحرير الارض فان المسيرات المتواصلة التي نقودها تهدف الى تقريم المواطن المغربي خاصة في هذه المناطق العزيزة علينا ومن هنا فان توجهنا في الدفاع المغربي صحراء يرتكز على منظور متكامل يجمع بين العمل السياسي والديبلوماسي والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للمنطقة وفي هذا الإطار يندلج البرنامج التنموى الخاص بالأقاليم الجنوبية الذي تم توقعه تحت رئاستنا في العيون في نوفمبر 2015 والدقلة في فبراير 2016 شابه العزيز يتعلق الامر ببرنامج تنموي مندمج بغلاف مالي يتجاوز 77 مليار درهم ويهدف الى اطلاق دينامية اقتصادية واجتماعية حقيقية وغلق فرشول والاستثمار وتمكن المنطقة من البنية التحتية والمرافق الضرورية وهو برنامج طموح يستجيب لانتغالات وتطلعات سكان الأقاليم الجنوبية وتتحمل السلطات المحلية والمنتخبة مسؤولية الاشراف على تنزيل مشاريعها واليوم وبعد مرور حوالي سبع سنوات على اطلاقه فإن تثمين النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها حيث بلغت نسبة الالتزام حوالي 80% من مشروع الغلاف المالي المخصص لها فقد تم إنجاز طريق سريع تزنيت الدخل الذي بلغم الحالة الأخيرة وربط المنطقة بالشبكة الكهربائية الوطنية إضافة إلى تقوية وتنسيع شبكات الاتصال كما تم الانتهاء من إنجاز محطات الطاقة الشمسية والريحية المنبرمجة وسيتم المشروع قريبا في أشغال بناء الميناء الكبير في الدخلة الأطلسي بعد الانتهاء من مختلف الدراسات والمساطر الإدارية وعلى الصعيد الاقتصادي الذي يعد المحرك الرئيسي للتنمية تم إنجاز مجموعة من المشاريع في مجال تدمين وتحويل منتوجات الصيد البحري الذي يوفر آلاف مناصب الشغل لأبناء المنطقة وفي المجال الفلاحي تم توفير وتطوير أزد من 6 ألاف هكتار بالدخلة وبوجدور ووضعها رهن إشارة الفلاحين الشباب من أبناء المنطقة وتعرف معظم المشاريع المبرمجة في قطاعات الفصفات والماء والتطهير نسبة إنجاز متقدمة وقد شهد المجال الاجتماعي والثقافي عدة إنجازات في مجالات الصحة والتعليم والتكوين ودعم المبادرات التشغيل الذاتي والنهوض باللغة والثقافة الحسانية بأتبارها مقوناً رئيساً للهوية الوطنية الموحدة وفي هذا الصياق المطبوع بروح المسؤولية الوطنية ندعو القطاع الخاص إلى مواصلة النهوض بالاستثمار المنتج بهذه الأقاليم لا سيما في المشاريع ذات الطابع الاجتماعي كما ندعو لفتح آفاق جديد أمام الدينمية التنموية التي تعرفها أقاليمنا الجنوبية لا سيما في القطاعات الوائدة والاقتصاد الأزرق والطاقات المتحددة شعبي العزيز لقد شكلت السحراء المغربية عبر التاريخ في التوصل إنسانية وروحية وحضارية واقتصادية بين المغرب وعمقه الإفريقي وإننا نسعى من خلال العمل التنموي الذي نقوم به إلى ترسيق هذا الدور التاريخي وجعله أغطر فتاحاً على المستقبل وهو توجه ينتج مع طبيعة العلاقات المتميزة التي تجمع المغرب بدول قارتنا الإفريقية التي نحلس على تأزيزها بما يخدم المصالح المشتركة لشؤوبنا الشقيقة وفي هذا الإطار بادرنا مع أخينا فقامت السيد محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية بإطلاق مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب ويسعدنا اليوم أن نسجل التقدم الذي يعرفه هذا المشروع الكبير طبقاً للإطار التعاقدي الذي تم تقعه في دجنب 2016 وتشكل مذكرة التفاهم الموقعة مؤخراً بالرباط مع جموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وفي نواكشوت مع موريطانيا والسينغال لبنة أساسية في مسار إنجاز المشروع ويأكس هذا التوقيع التزام البلدان المعنية بالمساهمة في إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي وإرادتها السياسية لإنجاحه واعتباراً لما نليه من أهمية خاصة للشراكة مع دول الغرب القارة فإننا نعتبر أنبوب الغاز نيجري المغرب أكثر من مشروع ثنائي بين بلدين شقيقين وإننا نريده مشروع استراتيجي لفائدة منطقة غرب إفريقيا كلها التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 440 مليون نسبة وذلك لما يوفره من فرص وطمانات في مجال الأمن الطاقي والتنمية الاقتصادية والصناعية والاجتماعية بالنسبة للدول الخمس عشر للمجموعة الاقتصادية للدول الغر إفريقيا إضافة إلى موريطانيا والمغرب إنه مشروع من أجل السلام والاندماج الاقتصادي الإفريقي والتنمية المشتركة مشروع من أجل الحاضر والأجل القادمة وبالنظر للبعد القاري لأنبوب الغاز نيجري المغرب فإننا نعتبره أيضاً مشروعاً مهيكل بيربط بين إفريقيا وأوروبا كما نشيد بدعم المؤسسات المالية الإقليمية والدولية التي عبرت عن رغبتها في المساهمة الفعلية في إنجازه ونود أن نؤكد هنا حصى المغرب على مواصلة العمل بشكل وثيق مع شقائه في نيجريا ومع جميع الشركاء بكل شفافية ومسؤولية من أجل تنزيله في أقرب الآجال كما نجدد انفتاحنا على جميع أشكال الشراك المفيدة من أجل إنجاز هذا المشروع الإفريقي الكبير شعبية العزيز إن الوفاء لروح المسيرة الخضراء ولقسمه الخالد يتطلب مواصلة التابعة واليقطة من أجل الدفاع عن وحدة الوطن والأزيز تقدمه وارثباطه بعنقه الإفريقي وهي مناسبة للترحم على روح مبدئها والدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني أكرم الله مثواه والأرواح كل الشهداء الوطن الأبرار كما نوجه تحية إشادة وتقدير للقوات المسلحة الملكية والأمن الوطني والدرك الملكي والإدارة الترابية والقوات المساعدة والوقاية المدنية على تفانيهم تحت قيادتنا في الدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر